موسيقى السلام عليكم جزيلا بيالين تمنى تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف وبصحة جيدة يا رب اليوم ان شاء الله سنقدم لكم هاد القغة اللي كتشوفوا معايا شوفوا على لون الدهبي اللي عاطي كيحمق لديد بزاف واهم شيء انه اقتصادي وكيوجد غرف دقائق معدودة يعني ما كيحتطلب شي شي مجهود كبير نبدو في المقادير وطريقة تحضير اول حاجة عدنا مول مدهون بالزبدة يعني مستفى فيه عفوان البطاطيس المسلوقة مقطعة الى دوائر عندي جوج فرماجات وجوج بيضات ومليحة وليبزار وكاز الحليب البطاطا عندي قيمة كيلو كيبقى المكونات حسب كما كنقولو عدد افراد الاسرة يعني تقدروا تضعفوا المقادر كما انكم تقدروا تنقصوا من المقادر تكشي كيبقى على حسب عينكم ميزانكم مع عدد افراد الاسرة انا كنجيب واحد خلط كهربائي كنعمل فيه البيت ديالي وكنضيف له الفرماج المتلت كيف ما يمكن تعملو الفرماج الاخر المربع عندكم له اختيار وصافي كنضيف المكونات كاملة بحل الفرماج الملحة ليبزار ما كنضيفش شي تواب الاخرى غير هادو كافيين ملحة ويبزار وديكاز الحليب اللي كيكون باقي يعني تهو كنضيفو صافي ومن بعد كنغلق كش كيسمي وهدا عفو ولا تنست لي اسم ديال الغرف وكنضيفوه باش كنطحنوه في الخلاط الكهربائي مزيان بعد ما طحنتو صافي كنجي نفرغ واحد الكيمية فوق ديك البطاطس ومن بعد كنجيب البطاطس المتبقية وكنرجع نستفى فوق الطبقة الاخرى لان انا كما قدلكم عندي كيلو دي البطاطا انا درتها هكا قطعتها من قبل باش تبرت صافي عو تاني كنستفيها فحل هكا فعلا هاد الحشا هادا كيجي لديد بزاف وساهل وضغية كيوجد اذا كانت عندكم بطاطا مسلوقة يعني المكونات الاخرى سهلة وقد تواجد فكل دار فيها البيض وفيها الفرماج والحليب يعني هادو ما كيخطوتاش يدار فكل نهار والبطاطا ضروري ما شاء الله اذا كانوا عدنا الاطفال لرا كان شيرو بكمية وافيرة يعني دايما تالبطاطا عدنا موجودة والمعقازات ما يفقوشي معقازات عيو اللي وحد قاس وغادي وجدو عشا خفيف وساهل يعني ما كيتاخدشي شي مجهود بداني صافي انا غادي نستفي البطاطيس المتبقية ومبعدك شي غادي نولي نفرغ ديك اللي تبقى لي من الحليب والخالط كامل وغادي ندخل الفران اللي مسخن على درجة حرارة 180 كان دخل الفران حتى كاتو اللي قغاتيني محمرة كيف ما شفتو معايا في الولد الفيديو وملي كاتتحمر اللي مزيان كنولي نخرجه وصافي وكيف ما شفتو في الولد الفيديو هادا والكاختان ديالي دابا جبتو باش نقطعو تشوفوه من داخل كيفاش كي يجي فصراحة أكل خفيفة وكتوجد يعني خمسة تلسة دقايق ماكسيموم يعني تحضير مسبق كي يجي غزال كتجي لديدة فصراحة وخام مكونات فيها بسيطة واقتصادية ولكن لديدة بزاف يعني الأطفال كتعجبون بزاف لأن الأطفال كيعجبون البيض وكتعجبون البطاطا أنتم كي كتشوفو من الداخل هي رباقة صخونة يعني عد خرجتها مفران شوفو يعني كي جودك ثلاثة الطبقات اللي عملت صراحة كنتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة هادي لأنها سهلة خفيفة وضريفة كي ما كنقولو دابا ما بقى لي غير نقولكم مع السلامة ولقائي يتجدد بكم في فيديو آخر وفي وصفة أخرات كنت هي سهلة وخفيفة وضيما كي كنت تنوع إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى